بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب سينير تو في كل حتة على كوكب الأرض ده كاترة بكرة ومهندسين بكرة والعلماء بتاع بكرة وانتوا اللي احنا اللي مستنينكم بكرة بإذن الله ربنا يا كريمك أولاد وربنا يكلل خطاكو على خير إن شاء الله ويكلل مجهودكو بإذن الله وانحقق أحلى حاجة في الدنيا وصلنا مع بعض في اللقطة الأخيرة اللي هننتقل منها بعد كده مباشرة لمرحلة اللي مرحلة نهائية من السنوية العامة وآخر تركة انت بتقوم بيها في عملية التعليم المصغر اللي انت بتقوم بيها قبل ما بتنتقل إلى المرحلة الجامعية فربنا معاكم بإذن الله أولاد نشد حيننا نحاول لو سمحت أولاد نتعلم من الأخطاء اللي احنا وقعنا فيها في الترمي الأولاني لازم نصلح أخطاءنا ولازم نتعلم كان إيه المقصود مننا إيه المطلوب مننا في كل نقطة من نقاط المنهج إزاي أتعلم إزاي أقدر أن أنا أرد على أي سؤال موجود عندنا شفنا كعبنا مع بعض في امتحانات كتيرة وشفنا أفكار التيتشرز بتاعتنا كانت قد إيه شفنا إزاي المواقف معنا كانت اشتكينا من بعض الصعوبات اللي كانت مقابلانا أوكي ولكن الموضوع مش صعب ولكن القضية عندك أنت أنت اللي محتاج أنك تغير من طريقة معاملتك مع المنهج عشان تبصت على نفسك عشان تبصت على نفسك الموضوع وتقدر تتعامل مع أي طراب الموجودة قدامك بتقابلك في أي امتحان تقدر أن تتعامل معها بسلاسة وبيوسر بإذن الله نخص مع بعض في المرحلة التانية أو من الترمي التاني وحنتكلم فيها مع بعض عن two chapters بس chapter one chapter طويل شمية بيتكلم فيه معنا عن إيه؟ عن الهايدروستاتيك احنا ختمنا مع بعض الترمي الأولاني وتكلمنا مع بعض عن الهايدرو دايناميكس وهي السوائل المتحركة حننتقل مع بعض المحطة ديت وحنتكلم مع بعض عن الهايدرو الهايدروستاتيك وحنتكلم فيها عن الليكويدز أت رست وحنبدأ نتعرف عن البروبرتز الخاصة بهذه الليكويدز هنتعرف يعني إيه دانستي؟ هنتعرف يعني إيه الليكويدز اللي موجود عندنا ليه معنا بريشر إزاي أقدر إن أنا أستفيد وأحقق أبليكيشنز من البروبرتز وحنتعلم فيه عندنا ثلاث أجهزة موجودين معنا هنتكلم عن البرومتر وعن الـ U-shaped tube وعن المالومتر وكمان لما تعلمنا من خائحة خصائص البروبرتز بتاعتنا فعملنا منها باسكالز برينسبل وعملنا أبليكيشنز بيعتمد على هذه الـ property خلصنا مع بعض الـ chapter 1 هنتقل مع بعض في chapter 2 chapter 2 بيكلم معنا عن موضوع جديد تماما موضوع جديد تماما لأول مرة بيعد عليك أساسا وهي الـ gases laws موضوع ظريف جدا 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 وطريقة معاملته سهلة جدا 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 مفيش أي مشكلة هنتكلم فيها معنا عن أربع قوانين إزاي معنا على نكلم عن ونوصف سلوكيات الجاز موليكلز اللي موجودة معنا وإيه هي الـ properties المرتبطة المرتبطة بسلوكيات هذه الجازز فكل جاز موجود عندنا بناءا عن temperature بتاعته بناءا عن volume بتاعه بناءا عن قيمة pressure اللي ممكن يحقق أهالي إحنا بنتكلم عن جازز موجودة جوا كونتينر أنا بكلمك عن جازز موجود جوا جوا طاير جوا عجلة العربية أو جوا عجلة الاسكوتر أو جوا العجلة بتاعت العجلة بتاعت سيتك وهكذا كل الجازز اللي موجودة معنا ديت اللي موجودة جوا أي closed container هنبدأ نوصفه نحقق مجموعة علاقات ما بين هذه الـ properties pressure و volume و temperature ما بين كل اتنين بنطلع ما بينهم قانون هنتكلم عن boys law هنتكلم عن Charles law هنتكلم عن Jules law وهنتكلم في القانون الرابع اللي بيتكلم معنا عن general law اللي كان بيجمع كل مجموعة هذه هذه الفاكتورز هندرس الكلام دا كله مع بعض بالتفصيل وناخده ندي فيه مع بعض وبكده أولاد هنكونوا خلصنا مع بعض ملهج الترمي التاني شد حلك ربنا معنا صلع اخطانا جوان رايحين ان شاء الله في مكان احسن بنجهز نفسينا بإذن الله لمرحلة جديدة بشكل مختلف بناء عن الـ style اللي احنا مشينا عليه ربنا معاكم ربنا وفاكم ربنا يكلل موجودنا بإذن الله على خير يلا بينا نبدأ يلا بينا يلا بينا شابتر 2 من الشابترز الظريفة جدا اللي ما عدتش علينا قبل كده كنا نجينا في شابتر 2 يا ولاد كنا نجينا دردشنا سوري في شابتر 1 كنا نجينا ودردشنا مع بعض عن الـ atmospheric pressure وإن فيه عندنا ضغط للجازز الجاز envelope بتاعنا واتكلمنا عن الجازز كده إيه سريعا هنركز مع بعض في شابتر 2 عن الـ behaviors of gases يعني إيه هي شكل وطبيعة وسلوكيات الجاز الجاز بتاعنا ولو سمحت الكلام محدد جدا يعني إيه يعني أنا بكلمك عن الجاز اللي موجود معانا في إزاستل سبري إزاستل بيرفين بتاعتك أنا بكلمك عن طبيعة الجاز اللي موجود جوه أو 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 السكوتر أو الطير بتاع السكوتر أو الطير بتاع العجل بتاع العجلة أنا بكلمك فيه عن الجاز اللي موجود معانا في الاكسجن اللي بنشوفه مسلا فيه مستشفيات او اي 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 انا بكلمك عن شكل وسلوك الجازز اللي بتبقى موجودة جوه ازازة البيبسي مسلا اللي موجود فوق دوك بيبقى فيه اه احنا بنتكلم عن سلوك الجاز الكلوزد جوه هزا جوه هزا الكونتينر. اوكي? يبقى احنا مبدئيا كل اللي بنتكلم فيه دلوقتي احنا مرتبطين بانكلوزد انكلوزد كنتينر. وبنتكلم عن طبيعة وسلوكيات الجازز اللي موجودة عندنا جوه مين اولاد جوه الكونتينر بتاعنا. كلام عظيم كده. اول هامل اول قبل بنقوله اي حاجة مع بعض عايزين نعرف الاول اولاد يعني ايه اساسا جاز. قلي فرق اه طبعا للجازز اي 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 ماترز هزا اه ممكن نتكلم مع بعض عن او نتكلم عن او نتكلم مع بعض عن الصولد الصولد استيت. اه ايه الفرق اللي موجود ما بينهم في جميع الاحوال احنا فيه عندنا مجموعة ولكن الفرق اللي ما بينهم في قيمة اللي موجود نتكلم مع موجودة ونحن نتكلم عن مين؟ انتر موجودة بتاعتنا وبقت بتاعتنا بقت معانا وبالتالي هيصعب عليك جدا على انك تقدر انك تحقق وانك تقدر انك تقرب من بعضها لان هي اساسا هي اساسا قريبين اساسا من بعضه تكاد ان تكون اساسا موجودة ما بينه. خلاص والكلام دوت معانا واضح لو جينا بصينا مع شكل زي دوت كده هو تولاد فكده شكل معانا مين ده بيعبر معانا عن طبيعة الصولد الصولد موليكلز وازاي مترتبين ما بينهم بهذا المنظر وازاي ان في فورس موجودة ومخلية ان مجموعة الموليكلز يا دوبك بتحقق لي في مكانها. يعني بتاعنا دوت ده اخره في مكانه بهذا المنظر اخره في هذا المنظر ومحتفظ بمكانه. اوكي? طيب. لما جينا وصلنا المرحلة بعد كده. اللي بنيجي بعد كده بنلاقي ان الفورس اللي عندنا بتوين موليكلز هتبدأ الفورس دي عندنا تكون اضعف شوية وبالتالي هتبدأ الموليكلز عندنا تاخد راحتها شويتين. وبناءا عن الكلام دوت تبدأ اللي سبيسز بتوين موليكلز عندنا تزيل. ولما الكنيكشن فورسز ديت والانتر موليكل فورسز لما قيمتها قلت عطت حرية اللي الموليكلز على ان هي تقدر تتحرك في تقدر تتحرك رايت رايت وليفت. فبدأت الموليكلز بتاعة الليكويدز زي ما بيحقق لترانسيشنز وبينتقل من نقطة للتانية زي ما هيبدأ ان هو يعمل برضو يبقى زي ما هيعمل زي ما هيعمل وينتقل من نقطة المين وينتقل من نقطة من نقطة للتانية. طيب لما نيجي ننتقل مع بعض ليه حالة الجازز اه لا الوضع في الجازز معانا بقى مختلف تماما في ويك ويك فورسز. الاسبيسز الاسبيسز بتوين موليكلز عندنا في هزي الحالة بتكون معانا باري 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 لارش. وعشان مفيش فورسز او ان الفورسة هو كونيكشن فورس ضعيفة جدا جدا. فدوة عطا حرية تمة ليه الموليكلز اللي موجود عندك. على انها تتحرك حركة راندملي. ان اول دايريكشن. يمين وشمال وفوقه تحت. والموليكلز عمالة تتحرك. وتعمل كوليجنز بتوين اتش ازر اند بتوين زا والز. زا انر والز اوف زا كونتينر. ففي حالة الجازز عندنا اولاد. في عندنا حركة يعني مستمرة وحركة عشوائية وحركة في الاول دايريكشن وتصادمات موجودة عندنا مبين مبين الموليكلز. اوكي. وبناء عن الكلام دوت. قال لي اه عشان اللي موجودة عندنا مبينة الموليكلز. فاني ممكن ان احنا نحكم ونقوله ان الجازز اللي ما لها اولاد. ار كومبريسابل. كومبريسابل يعني ايه? يعني قابلة للانضعاط. انا ممكن اقصر عليها بي اكسترنال بريشر. فابدأ ان انا اضغط الموليكلز ونبدأ ان احنا نقرب الموليكلز من بعضها. وبالتالي فالجازز عندنا كومبريسابل ولما بضغطها وببدأ اقلل ما بينها بيبدأ يتحول معانا الجاز يتحول معانا الى ايه? يتحول معانا الى ليكود. وشوفنا عندنا ليكود ناعدروجين وليكود حايدروجين وهيوقع الى الى اخره. ازاي? لان دوت جاز موجود اندر ايه? اندر بريشر وقدرنا ان احنا نقلل ونقدر ان احنا نحوله من الحالة الليكود الى حالة من حالة الجازز الى حالة مين? الى حالة الليكود وهكزا. يبقى مبدئيا الفرق اللي موجود ما بين الفرق اللي موجود ما بين الصولد والليكود والجازز. قال لي مستر على ان الصولد سترونج فورس شورت والمسافات والفورسز بتكون في حالة متوسطة. انما في حالة الجازز باري 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 ويك انتر ميليكولر فورسز والسبيسز بتاعتنا بتكون بتكون باري باري احنا مبدايا صحيحين ومتأكدين جدا 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 على ان كل اللي موجودة عندنا دي اولاد اكيد عندها اكيد عندها انرجي. احنا متأكدين في اي وضع من الاوضاع. انا مبدئيا انا واصق تماما على ان اللي موجودة معنا خليني نبواطحين مع بعض وبشكل اضق احنا بنتكلم على يعني بتكلم عن درجة حرارته عشرين تلاتين عشرة زيرو كل للدرجات الطبيعية بتاعتنا دي اولاد. انا متأكد على ان الموليكولز عندها انرجي. بدليل بدليل ان في عندنا حركة اللي موجودة عندنا وبتبدأ انها تعمل في زي مسلا في حالة السولد او تعمل او تعمل وترانسيشن زي في حالة في حالة الجازز لها دا الموضوع معها واخدر احيتها معنا على الاخر وبتبدأ تعمل وترانسيشن وكوليشنز وحركة راندم لي ادخل على موقع الخطة التعليمي علشان تشوي باقي الدروس في كل المواد زي كيف اي وقت وخليك دايما مستعد. وبكده قدلنا نفرق ما بين ما بين التلات حالات مع بعض. طيب بالنسبة لي الجازز فقال لي معنا خد بالك معي احنا بنقدر ان احنا نوصف نوصف طبيعة الجازز اللي موصف السلوك الحركة اللي بتاعتنا. وبيسمي السلوك اللي موجودة عندنا دوت حاجة اسمها يا ولاد اسمها براونيان براونيان موشن بيقصد بيها يا ولاد اللي هي بيقصد بيها كل اللي احنا اتكلمناه اللي هي وكمان في اختلافات في قيمة الفلاصطية نتيجة اللي بتحصل ما بينهم فمش شرط انهم ويكونوا كلهم عندهم نفس قيمة السرعة يبقى اذا في حالة وصفنا شكل وطبيعة وسلوك الجاز بتاع الجاز موليكلز وقلنا انها اللي هي الحركة العشوائية اللي حصلت عندنا واللي تكلمنا عنها من شوية بالتفصيل مع بعض. ايه السبب في الحركة الراندم اللي حصلت عندنا اللي بسبب ايه? بسبب سرعة وتصادماتها مع بعضيها وحركتها معنا وحركتها وتصادماتها مع الولزف كونتينرز بدأت حقق لنا اتجاهات مختلفة ومسارات مختلفة وقيام سرعات مختلفة بناء عن بناء عن الكلام ده. وحنثبت مع بعض الكلام دوت. وقال لي تعالي نعمل مع بعض ونتأكد مع بعض ونشوف الدليل بالنسبان لهذه الحالة. قال لي حاجة طبيعية جدا بالنسبان ان احنا لما نجيبه مثلا كاندل وتيجي ساعدتك بالكاندل اللي موجودة معانا ديت كده قوت ونبدأ نتفرج على مين نبدأ نتفرج على اللي طالع معانا من الكاندل. حتشوف معانا دلوقتي ان اللي بتاعنا بيكون طالع من الكاندل مسلا ولو خط بسيط وبيبدأ يحصل عندنا ده الخط دوت وانتشار في اللي احنا اللي احنا موجودين فيه. ده دليل على ايه? ده دليل على حرية الحركة. على حرية الحركة اللي عتحققها اللي بتحققها معانا بتاعتنا. وبنال عن الكلام دوت قدرنا نتكلم مع بعض. وانميز معانا معانا ليه وشفناها ولاحزناها من خلال حركة اللي ايه? جميل جدا. قال ليه طب خد بالك معايا برضو تاني. قال لي احنا اتفقنا مع بعض على ان بيحصل ما بينهم وان فيه موجودة ما بين عايزين نزبط مع بعض او نحقق مع بعض الكلام دوت وهو ده اللي عملنا في الخطوة اللي بعد كده. جبنا ايه عندنا? قال لي تعالى نجيب معانا واحدة فيها هيدروجن هيدروجن كولورايد هيدروجن كولورايد اللي هو عنده هاي هاي دانستي هيدروجن كولورايد اللي عنده هاي دانستي وعندنا مين هنا? وعندنا تانية فيها مين? فيها امونيا امونيا اللي هو عنده يا ولاد? الامونيا اللي هو عنده لو دانستي كلام عظيم جدا. ايه رأيك? لو جينا عملنا للامونيا وحطناها معانا وعملنا بيها كلوزنج لالهيدروجن كولورايد تيف. المفترض عندنا على ان المفروض معانا دانستي قليلة يعني يكون راكز معانا لتحت. والامونيا عندنا يعني مفروض انه هو يكون جاهز معانا متطاير ابورت. ولكن اللي حصل عندنا كام غريب معانا شوية. بدأ يحصل ايه? قال لي اول ما قلبناه مع بعض وبدأ يبقى فيه ما بين التو جازز بتاعنا. فلاقينا حصل معانا ما بين الهيدروجن كولورايد مع الامونيا واعطاني معانا امونيا كولورايد. كلام عظيم جدا. قال لي المشكلة عندنا ان ما كانت ان الكيميكا الرياكشن ده ما حصلش على عند ما بين التو جازز. عمال ايه يا مستر? اللي ده بدأ يحصل عندنا وبدأ الكيميكا الرياكشن بتاعنا دوت يملأ التو تيوبس اللي موجودة عندنا. وعشان خاطر كده راح نجينا واقفين شوية. وان ده معنى الكلام ده ايه? ده معنى الكلام دوت ان حصل عندنا انتشار لكل الهيدروجن كولورايد اللي هو عنده وبدأ يتحرك في كل اللي موجودين والامونيا اللي عندها بدت هي كمان تتحرك وتملى معانا فتتحرك في كل التو تيوبس وبالتالي بقى متاح تواجد لامونيا او متاح تواجد الهيدروجن في كل التو تيوبس وبدأ يحصل ما بينهم على في حجم التو تيوبس على بعضهم. يعني معنى الكلام ده ايه? معنى الكلام دا ان في عملية انتشار وفي عندنا عملية بتحصل ما بين المالكينز بتاعتنا ممكن تعمل بتتحرق داخل كل اللي موجود مش معنا ان هي عندها يعني هتكون معنا داون واني مش معنا هي عندها الا اذا عدو معنا للا دا بالعكس دا كل بالمالكينز بتاعتنا بتتحقق حركة وبتعمل اكيوباينج لكل اللي هي اللي هي موجودة موجودة فيه بدليل عندنا تكون الامونيا بكل رايد معنا خلاص في حجم التو تيوبس واساسا كلهم مع بعضهم زي ما احنا شايفين مع بعض في التجربة التجربة بتاعتنا وبنان عن الكلام دوت قدرنا بالكلام دوت نتأكد من صحة الراندم موشن بتاعتنا وشفنا عملنا لالسموك وتأكدنا كمان من وانتشار وحركة بتاعتنا جوه الفوليا من زي اللي هي موجودة فيه من خلال التجربة بتاعتنا اللي عملناها ما بين وخلينا التيوب بتاعته وخلاص مع الامونيا اللي عندها وخلينا معانا التيوب ديت معانا عشان يعني نقوله يعني ازاي ده لحن حيحصل ما بينه مين كل واحد شون حيفضل في مكانه ولكن العكس لقناه ان فيه عملية انتشار ما بين الموليكلز للأب نزلت داون واللي داون تلعت معانا تلعت معانا اب وهكسبه. حايزين مع بعض دلوقتي قال لي لكل الجز اللي موجودة عندنا بيبقى ليها مجموعة مجموعة خاصة بيها. اللي هما مين? قال لي يا مستر يعني حجم الحجم اللي الجاز بتاعنا موجود فيه? وبناءا عن اللي هو موجود عندها? وبناءا عن ذلك اخبار الناتج عن اخباره ايه? مبدأ اينا اولاد نفهم الاول كده? يعني ايه? قال لي ده عبارة عن القيمة اللي سبيس اللي بنحط فيه الماتيريال بتاعتنا? ازازة كبيرة صغيرة طويلة رفيعة ايا كانت. اوكي. طب لما بنتكلم مع بعض عن التمبريتشير يعني ايه تمبريتشير? قال لي تمبريتشير سكيل تو اكسابرس زا انتر ميليكل زا انتر انترنال انرجي اوف جاز موليكلز. قيمة طاقة الموليكلز عندنا قدرنا نعبر عنها بدلالة تمبريتشير سكيل وعدنا نقوله درجة حرارة صفر وواحد واتنين وثلاثة واربعة ونيجيتف وان ونيجيتف تو ونيجيتف ثري وهكزا. الارقام دي ما هي الا مدلول للانترنال انرجي للموليكلز وقيمة الطاقة المحتفظة بيها عندنا الموليكلز. عظيم. طب الموليكلز عندنا ليه ايه كمان? قال ليها عندنا بريتشير. قلت له يعني ايه بريتشير? زي ما تعلمناها قبل كات. عبارة عن مين? عبارة عن نورمل فورس اكتنج اونت اري. طيب هو بتاعنا ده ناتج عن ايه? ناتج عن حاكتين. ناتج عن تصادم. ناتج عن تصادم الموليكلز مع الوولدز اوفزا. اوفزا كونتينر. والتصادم ده بينتج عنه ايه? بينتج عنه فورس. فازن فالجاز موليكلز عندنا ليه بريتشير على مين? على الوولز اوفزا اوفزا كونتينر. بسبب مين? بسبب الانرجي بتاعته. بسبب مين? بسبب سرعته. فسرعته ناتج خلت الموليكلز بتاعتنا تعمل مع الانرجي مولز وبالتالي بينتج عنها مين يا ولاد? بينتج عنها بريتشير. يبقى ازن دلوقتي الجاز بتاعنا دلوقتي ليه وليه وليه معانا بريتشير. كل مهمتنا مع بعض في دوت اولاد احنا عايزين نحقق مجموعة العلاقات اللي ما بين كل تو كل تو فاكتورز. فحنتكلم مع بعض عن مين? عن العلاقة اللي ما بين الفوليوم اوفا جاز اند ايتس بريتشير. ما تأسير العلاقة اللي ما بين الفوليوم مع البرشير. ولو سمحت بنسبب مين? بنسبب التمبريتشير. ودوت كان اسمه يا ولاد كان اسمه بايلز بايلز لو. ودوت اللي شرح لنا مين? طبيعة العلاقة اللي ما بين البرشير مع الفوليوم اه تقونستان تمبريتشير. تعال ندريس تو فزيكال كوانتستاني. مين? البرشير. وما ده محنقوله كده يبقى لازم نقوله اتكونستان تمين يا ولاد? اتكونستان تبريتشير. وده اللي احنا سميناه مين يا ولاد? وده اللي احنا سميناه تشارلز ايه? تشارلز لو. تشارلز لو. درس معنا مين? درس معنا قيمة حجم الجاز اللي موجود عندنا وتأسير التمبريتشير عليه. بشرط ان احنا نحقق نفس قيمة نفس قيمة والكلام ده برضو حنشوفوه مع بعض بالتفصيل. اللي بنتكلم مع بعض عن مين? عن العلاقة اللي ما بين يعني ايه درجة حررتنا? وعلاقتها? وازاي لما دوت تزيد? وازاي بتاعنا بيزيد? وكان لازم نحقق كل الكلام ده كله مين? وسمينا القانون ده وتسمينا عندنا جوليز جوليز لو او بنسميه بريشر لو ايا ان كان ما هنسميه. حنيجي بعد كده نختم الكلام بتاعنا ونحقق علاقة ما بين قيمة البريشر مع الفوليم مع التمبريتشر وده اللي احنا بنسميه اولاد ايه? بنسميه الجنرال الجنرال لو اوف اوف كاسس. اوكي? اوكي. هنكمل مع بعض ونشوف العلاقات اللي ما بينهم ده تطلع معنا ايه? جالي معنا مين دلوقتي? جالي معنا في جاي بيشرح معنا مين? بيشرح العلاقة ما بين حجم الجاز اللي موجود عندي? وقيمة البريشر الناتجة? بقات مين? عند سبات درجة الحرارة انا عايز اشوف ايه علاقة البريشر مع مين? علاقة البريشر مع الفوليم? لمين? لفيكسد ماس اوفينج يبقى احنا عندي كمية معنا من جاز? عندي عدد معين من الموليكلز? بحطهم جوا كنتينر? هياخد الجاز بتاعنا هياخد حجم الكنتينر كله وحيشغل حجم الكنتينر كله انا عاوز اتعرف على قيمة البريشر الناتج الناتج عنه. خلاص? وازاي ان احنا لما هنغير الفوليم? هيبدأ يغير البريشر? هيبدأ يتغير البريشر بتاعنا? او ان انا لو غيرت من قيمة البريشر من اللي هيحصل معانا ليه الفوليم بتاعنا? لو سمحت وفيكسد ماس اوف اوف اجاز. وبالفعل هو ده اللي عملناه وعمال لي بايدزله وعمال لي اكسبرمنت. وعمال لي اكسبرمنت بيحقق بيها معانا الكلام ده كله. درس ازاي? قال لي في معانا ادي هنا ادي بيورات. ودي تيستي تيوب التيوب بتاعتنا ديت. هنمليها معانا. هنملي الروبر هوز دوت بي التيوب بي اماونت اوف باماونت اوف ماركلي. زبطنا الموضوع دوت كده كلام عظيم جدا. طب انا ما اببين هنا انا عندي مين? انا عندي جاز. موجود فين? في النورمال كونديشن. درجة حرارة الروم بتاعتنا. كلام عظيم. وكمان البريشر بتاعها هو قيمة الاتموسفيريك بريشر. ليه? انا قفلت الكونتينر على جاز موجود فيه. الجاز ده كان موجود في النورمال كونديشنز اللي احنا موجودين فيها. يبقى حبه اللي ان عملت لهم دولة. حبه الجاز دولة. ليهم عندي قيمة يا اولاد؟ ليهم معانا قيمة بريشر. مساوية لمين؟ مساوية لقيمة الاتموسفيريك بريشر. ليهم عندنا مين؟ ليهم معانا تيمبريتشة'. فين اللي هي الروم؟ الروم تيمبريتشور. وروحنا آيسين مين? حجم اللي قود اللي حجم الجاز اللي موجودة عندنا في هذه الحالة وقلنا معانا انا كده انا عندي كلام عظيم يلا بينا نبدأ نغير منين نبدأ نغير من قيمة ونشوف تأثير دوت على بتاعنا اخباره ايه لان اخد بالك كل دوت احنا تماما بعد تماما على ان يحصل اي تغير في درجة الحرارة عندنا واخدنا التيوب بتاعتنا التيوب بي ونزلنا بالتيوب بي نزلنا بها نزلنا بها داون طب المفروض عندنا ان بتاعنا بيحقق معانا السيم زي ما اتكلمنا قبل كده مع بعض في في التيستي تيوب فكان المفترض معانا على ان بتاعنا يكون في السيم السيم ليفل لي يا مستل لان هو دوت كوننكتد وزي ما اتكلمناها وبعض في الكمينيكيتنج واليوتياو كان لازم الليكوت معانا يحقق معانا السيم ايه السيم ليفل ولكن عشان الليكوت بتاعنا دوت هنا ماله الليكوت بتاعنا ده هنا ايه اللي حصل يا مستر في هذه الحالة؟ اللي في هذه الحالة هتعمل لورنج لقيمة البية هيبدأ معانا اللي ميركري سيرفس هنا هو كمان يبدأ يعمل لورنج عشان يحاول يوصل للسيم ليفل وعشان خاطر كده حيبدأ مين هنا؟ آه حيبدأ حجم الجاز اللي موجود عندنا هنا يحصله يا ولاد آه حيبدأ حجم الجاز عندنا يبدأ ان هو يحصله يا ولاد حيبدأ يحصله انكريز حيحصله انكريز ليه مستر لان الميركري عندنا لما نازل معنا دون بقى فيه عندنا هنا مين؟ آه كده بقى فيه فرق فيه في الارتفاع فرق فيه الارتفاع اللي كد معان مش فاهمينك برضه مستر قال لي لو قدت بالسيادتك لو احنا جينا عملنا فالبوينت وان والبوينت تو بتتأثر معنا بقيمة البيئي طب البوينت تو هتبقى عبارة عن مين هتبقى عبارة عن كمان مين اولاد وكمان حبة الميركري اللي هم فيه اللي هم بيمثلهم معنا ما بين الليكود سيرفس او ما بين الميركري سيرفس فبقى عبارة عن مين يعني معنا الكلام دوت ان ضغط الجاز عندنا اللي موجود معنا ماله قال ليه لانهما كانوا في البداية كان في الحالة التانية بعد ما عملنا الكلام ده كله لقينا معنا على ان قيمة بتساوي معنا قيمة يعني كده قيمة ضغط الجاز عندنا قلت قلت شوية قلت بقد ايه قلت بقيمة البريشر اوف اوف ميركري الناتج عن الهايه اللي موجود ما بينهم يبقى انا اذا من الكلام دوت حصل عندنا هنا ايه حصل معنا زيادة في قيمة مين حصل معنا ايه حصل معنا زيادة في قيمة الفوليوم نتج عن ايه نتج عن معنا في قيمة البريشر يبقى معنا الكلام دوت ان حصل معنا انكريزنج انزا فوليوم هيحصل معنا ديكريزنج انزا بريشر او ان النقص اللي انا حققته على البريشر ادى الى زيادة في قيمة مين ادى الى زيادة في قيمة الفوليوم يعني مبدئيا انا شايف ان هما الاتنين مع بعض تعالى نكمل مع بعض واناكد المعلومة اللي معنا دين ادي لو جينا اخدنا التيوب بي وعملنا ريزنج للتيوب بي افورت في ايه اللي حيحصل لمستر معنا في هزي الحالة اللي حيبقى فيها الديفرنس حيسعى الميركري الموجود جوه البيوريت على ان هو يحصل يرتفع الى اعلى عشان يحقق مين عشان يوصل للسيم لوفل وبناء عن الكلام دوت هيبدأ يضغط على مين يا هيبدأ يضغط على الجاز اللي موجود عندنا كلام عظيم جدا يبقى انا اذا من الكلام دوت انا لو جينا اخترنا زي كده هيبقى هنا توسط والبوينت وان بتتأثر بي بلس البريشير اوف ميركري البوينت وتو بتتأثر معنا بمين için يعني معنى الكلام دوت ان اللهم جاز اكوال تو بي اي بلاس البريشر او ايه بلاس البريشر اوف ميركري هنجي نبص على الفوليوم بتاعنا لأه ان الميركري يحاولوا نيطلع فبدأ ان هو يضغط الجاز موليكولز اللي موجودة وبدأ ان حجمها عندنا يقل يبقى اذا من الكلام دوت ان لما حصل معنا انكريزنج ليه قيمة الفوليوم حصل معنا يا ولاد حصل معنا ديكريزنج ليه ليه الفوليوم برضو من اللقطة دي احنا برضو اتأكدنا المرة التانية على ان قيمة البريشر وقيمة الفوليوم كل الاتنين دولة كان نكون استنت مع بعضيه كل الكلام دوت واخدت بالك احنا بنشتغل في الروم تيمبريتشر يعني ما حصلش اي تغير في قيمة في قيمة التيمبريتشر ده مش كده وبس كمان فيكسد ماس اوف فيكسد ماس اوف اجاز فيكسد ماس اوف اوف اجاز اوكي لان ما حصلش عندنا اي ليكتج او اي تصريب للجاز فعدد الماليكولز او قيمة الماليكولز اللي انا اخدتها حاطتها جوه الكنتينر ما زال قيمتها ما لا ولاد العدد بتاعنا قيمته قيمته ستة يبقى ازا احنا اتكونستانت ماس اتكونستانت تيمبريتشر زا بريشر انفرسل توزا توزا بوليوم وحققنا ورسمنا جراف ما بين مين ومين يا ولاد ما بين الفوليوم مع البريشر وتلعي معنا انفرتد انفرتد لاين بهذا المنزر ورجعنا ناكد من الكلام دوت على ان الفوليوم انفرسل مع مين مع البريشر كلام عظيم قال لي يبقى ازا احنا لو جينا رسمنا مع بعض جراف ما بين البريشر مع مين اولاد مع الوان اوفر البي حيطلع معنا ستوليت لاين الاكستينشن اوف زيس لاين انترساكت واذا واذا ارشن يبقى ازا من الكلام دوت انا من حق ان انا اقول ان البريشر انفرسل توزا فوليوم يعني البريشر طايمز فوليوم هيكون يبقى حنقوله بي وان في وان هتكون اقوال لمين اولاد للبي تو للبي تو في تو وده في الحالة التانية التانية معنا ومن هنا نزلنا بقى ايه ننزل بقى بالمنشبت الاخير ونقوله بايد لو حصل الكلام دوت معنا ليه قال ان انكريزنج الفوليوم حيقدي الى انكريزنج لقيمة اللي موجودة ما بين ما بين الماليكولز وبالتالي حيبقى الريت اف كوليجنز بتوين ماليكولز عندنا حيكون مالو اكيد الريت بزاع يكون اقل فحيكون قيمة البريشر اقل نتيجة تزايد المسافات الموجودة بين البالة دي كده ما بقوش بيقابلوا بعض بسرعة فبقى معدل التصادم اللي موجود ما بينهم بقى معدل قال فبقى البريشر قال نتيجة زيادة مين نتيجة زيادة الفوليوم ولوا قرآ ولو قلنا الفوليوم اللي قلت وبدأت الماليكولز اتقرب من بعد بدأ يحصل يحصل تصادمات موجودة ما بين الجاز الجاز ماليكولز بريت اكبر لانهما بدأوا يبوا رائبين ما بعد بدأوا يقابلوا بعد كتير بمعانى عدق شكرا